ما هي الإقراءات ما بعد الرخصة؟ نعم طبعا مثل ما ذكرنا قبل شوي إنجاز حصل الشخص على الرخصة نعم لازم كل شخص يعرف أنه في واجبات وفي حقوق نعم بعد الحصول على الرخصة الحقوق هو أنه يستمتع بما أنجزه ويسوق السيارة لكن الواجبات راح تكون مسؤولية أيضا ذكرة الأخت أنيفين بالبداية أنه هي مسألة ممكن تكون تعرض حياة بشر إلى الخطر لهذا السبب الدولة بتظل تراقب الشخص على أقل شيء لمدة ثلاث سنوات يسموها البروبات سات طبعا ممكن تتمدد لأسباب معينة وأيضا عندنا جزء مهم هو ممكن تودينا اللمحة إيه الأسباب الممكن تتمدد فيها البروبات سات بالتأكيد بس خلينا أذكر لك بالبداية المرحلة الأولى بعد الحصول وبعدين ننتقل على المرحلة الثانية أول ما أحصل على الرخصة القيادة راح أحصل على ورقة من الممتحن اسمها فالليف وقير فورشين ورقة أو رخصة حالية فورية بيستحق لك أنك تسوق بها داخل البلد حصرا مع وجود جواز أو هوية إقامة ما بيستغادر بها خارج البلد وبعد أسبوع تقريبا من تدفع الرسوم ما بتجي رخصة القيادة وبتحق لك أنك تستخدمها بكل الاتحاد الأوروبي بشكلها بعد ثلاثة شهور من حصوله على رخصة القيادة في شيء اسمه تدريب مثل اللي كان يكون سابقا قبل الحصول على الرخصة من قبل المدرسة ومدرس بيراقب حالته بيشوف لو كان فيه دعم أو فيه حاجة لتطوير مهاراته هي مسألة تطوير مهارات بعد ست شهور لازم يعمل اختبار التزحلق طبعا فيه فترة سماح قبل فيه ثلاثة شهور أربعة شهور خمسة شهور لغاية تقريبا تسع شهور مش لازم يكون حصرا بالشهر الثالث من بعد الحصول على الرخصة وأيضا بعد ما ينجز موضوع التزحلق لازم يرجع مرة ثانية لتطوير المهارات مرة أخرى بالمدرسة فيه أشخاص مثلا باب يسوقوا السيارة نهائيا بعد الحصول على إجازة فيه أشخاص بيسوقوا لكن متعلمين المسألة بطريقة خاطئة فالتوجيه من قبل المدرس وهي ليست امتحان هي مسألة تدريب طبعا في حال عدم إنجازها في حال عدم إنجازها راح الدولة تبعث لكم رسالة بتبلغ أنه في عندك فترة وجيزة لازم تنجز بيها الثلاثة أشياء هنا راح يكون الشخص ممكن مسافر ممكن عنده ظروف مادية فممكن ما يقدر إنه ينجز وهنا بعد ما تنتهي المدة الدولة بتسحب رخصة القيادة من عنده وتقولها لازم تنجز وبعدين من رجع لك الرخصة ورح نخلي لك بالملف ما لك يعني واحدة من الأشياء اللي ذكرتها حضرتك شون الأسباب اللي بتمدد مدة التدريب المدة المراقبة هي إنه عدم إنجاز للتدريبات اللي هي خلال سنة من بعد الحصول على الرصة بالتأكيد عندنا شيء اسمه فوال ميك سيستم يعني هي بالضبط إذا هذا شبهها مثل بطاقة إنذار للاعب كرة القدم لأي شخص عنده رخصة قيادة وبسوق سيارة ممكن على يحصل مجموعة أسباب راح يذكرها هسا حاليا على بطاقة صفرة وإذا حصل على بطاقة صفرة خلال سنتين أخرى بتتمدد البروبات سايت وبتتمدد البيئوباخت من سفات لمدة سنتين يعني البطاقة الصفرة هذه بيخلون الشخص تحت المجهر لمدة سنتين لو عمل شغلة أخرى ثانية راح تتمدد بصير ثلاث سنوات وطبعا عليها أيضا لو في حال كررها مرة أخرى راح تصير طبعا بالتأكيد شيء اسمه ناحشولونغ درس مرة أخرى بالمدرسة ولو كررها مرة ثالثة راح تسحب لرخصة لمدة ثلاث أشهر وبعدها بيرجعوا لك الرخصة مرة ثانية خلال هاي السنتين لو الشخص حصل على فقط بطاقة صفرة تنبيهية تحذيرية من قبل الدولة وخلال سنتين ما عمل أي مخالفة أخرى فتسحب هاي البطاقة الصفرة ويرجع الملف نظيف مرة ثانية بدون أي مخالفات